تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قالوا العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقسم جل وعلا بالعصر الذي هو الزمان الوقت تقلب الليل والنهار وهم السودع الأعمال أنت الآن إذا أردت أن تعمل وتتعلم وتعبد وتدعو متى يكون ذلك في مدة حياتك في وقتك الذي الإنسان هو وقت إذا أنت وقته مات فهذا العصر هو وقت العمل ووقت العبادة ووقت العلم ولهذا إذا خرجت روح الإنسان من جسده ما يستطيع لا أن يعبد ولا أن يتعلم ولا أن يفعل شيئا حتى وهو شاب أحيانا مثلا يموت الإنسان عمره 15 سنة أو 20 سنة وكم مات من الشباب بموته انقطعه لا يستطيع لا يتعلم ولا يعبد ولا يزداد علما ولا أي شيء أنت إذا مات ابن آدم انقطع عمله ومن ذلك طلب العلم قال والعصر إن الإنسان لفي خسر من المستثنى من هذا الخسر في هذا القسم الرباني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصد بهذه الأمور الأربعة يكون نجاة العبد من الخسران إلا الذين آمنوا هذا فيه العلم إلا الذين آمنوا فيه العلم لأن الإيمان بالعلم يعرف فيه العلم السرعي ومجاهدة النفس على تحصيله ونينة وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات أي جاهدوا أنفسهم على التقرب إلى الله بصالح العمل وفيه أن مقصود العلم العمل والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين بهذين آمنوا وعملوا الصالحات صلاحوا أنفسهم فلاقف الإنسان عند هذا الحد بل يعدي هذا الخير الذي يوفقه الله إلى الغير إلى الآخرين قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصد أي أوصى بعضهم بعضا وهذا فيه الدعوة إلى الخير وإن كان فيه تعب فيه مشقة فيه أذى اصبر وتواصوا بالصبر كما يقال ليس طريق الدعوة والعلم والتعليم محفوفا بالورود قد يصيبه الإنسان أذى قد يتكلم فيه قد يؤذى قد إلى غير ذلك فلا يباني يصبر ويحتسب ويرجو الله سبحانه وتعالى الذي نفعه أن ينفع الناس بهذا العلم الذي عنده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر